صلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نكمل معكم وامضة من الوامضات الرمضانية حقيقة لقد انتشرت ظاهرة خطيرة جدا وسيئة في المجتمع الفلسطيني وخاصة في غزة ولعلها قد انتشرت في البلدان الأخرى بصورة أكثر وحقيقة شيء مؤسف تجد أن الشباب يصادقون الكلاب ويقتنون الكلاب وهذا والله إلا هو من الذلة والهوان والتردي الغرب لأن نفوسهم خبيثة فيميلون إلى الخبائث فيصادقون الكلاب تجد أن العائلة عندهم رجل وكلب امرأة وكلب زوج وزوجة وكلب ويعتاشون معه في فراشهم وبيتهم بصورة سيئة وحقيرة جدا أنهم تردوا إلى هذا المستنقع السيء بكفرهم وشركهم فنفوسهم خبيثة متردية لكن المؤسف أن تجد المسلم العزيز بإيمانه بتوحيده أن يقلد الكفار تجدهم يقتنون الكلاب ويربونها ويماشونها ويتنزهون بها ويسهرون بها الناس تتهجد وهم يلاعبون الكلاب في المتنزهات الناس تصلي قيام الليل وهم يتمشون بارك الله فيكم يتمشون مع الكلاب في هذه الأوقات المباركة أوقات الطاعات والعبادة وأوقات العمل الصالح وقت ثمين هذه الأوقات وهذه المواسم وهذه النفحات الإيمانية التي تكون في شهر رمضان الأولى أن تغتنم بالعبادة والطاعة وقيام الليل كراءة القرآن والعمل الصالح وتفقد الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين والمعوزين أما التنزه مع الكلاب والعياد بالله وأين في بلاد الشام وفي غزة وفي فلسطين التي يراد بها أن تكون تيرمومتر إيمان الأمة إيمان أهل الشام إذا صلح أهل الشام صلحت الأمة وإذا فسد أهل الشام فسدت الأمة والعياد بالله هذا تردي خطير تردي في الأخلاق تردي في السلوك إنحطاط في كرامة الإنسان يصادق ويخادن الكلاب ليلة نهار في المتنزهات في الشوارع في الاستراحات في الأسواق هذا شيء خطير جدا يا إخوة المؤمن النقي الطاهر كيف يصاحب هذا الكلب الذي فيه النجاسة ولعابه نجس والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الكلب حتى الكلب الأسود ذكر فيه حديث أنه شيطان فاقتلوه من الأمور التي أمر الشرع بقتلها فشيء مخزي حقيقة يعني المتتبع لوصائل التواصل الاجتماعي فضلا عن الواقع الحياتي التي تنتشر فيه هذه الظاهرة بارك الله فيكم صورة خطيرة جدا صحيح وجدت كثير ممن يضعون على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي صور لهم مع الكلاب هذا شيء خطير جدا يعني يحتز ويفتخر ويحتفي بنفسه أمام الناس ويجد أن هذه الصورة هي أبهى ما عنده وما يملك ليفتخر بها ويظهر نفسه بها أمام الناس على صفحاته الله إن هذا لهو انحضار في هوة صحيقة من الخلق المتدني أن تصل حال المسلمين هكذا والأعجب يا إخوة بارك الله فيكم أني أجد نساء تتصور مع كلب أسود وكلب معرفش من أي سلالة وتضعه على صفحتها وتضع صورة الحالة إلها وصورة البروفيل الخاص بحسابها هي والكلب ما هذه الخصة ما هذه الذلة ما هذا الهوان ما هذا التردي والعياد بالله تقليد للغرب لهذا لهذا الحد من الانحطاط الخلقي والأخلاقي الله أكبر حقيقة أنا يعني استفزت مشاعري إحدهن امرأة منقبة ويعني صاحبة سلسلة مكان مؤسسة معينة مؤسسات معينة للتعليم والتربية تضع صورتها الشخصية مع كلب مع كلب وهي تحضن كلبا وتكرم في جزارة التربية والتعليم أي تربية هذه أي تربية راصل الذي كرمها أن يقول لها اتق الله أنت تربي أجيالا كيف سيتعلمون منك الأخلاق والرفعة وهم يرون على الصفحة صورتك الشخصية مع كلب والعياد بالله ما هذا الانحطاط ما هذا التدني الخلقي يعني ماشي شباب منحرفين غير مستقيمين لكن إمرأ وإمرأ وإمرأ منتقبة وغيرها واعتبرونها إمرأ ناجحة وقدوة حسنة من أصحاب أهل القرآن والعياد بالله ما هذه الصخافات ما هذا المصخ الذي وصل إليه مجتمعنا والعياد بالله إذا كان يا إخوة العلماء اختلفوا في جواز وعدم جواز اقتناء الكلب للحراسة لأنه لم يرد تعينا في النص فكيف بمصادقة ومخادنة ومعايشة الكلاب ويصبح الكلب عضوا من أعضاء الأسرة والعياد بالله وتفتخر الأمهات والأباء أين الأزواج أين الأزواج أين الأباء من أبنائهم كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته ألا فليتقوا الله أنه لا يجوز بارك الله فيكم لا يجوز بارك الله فيكم لا يجوز اقتناء الكلاب لغير الأمور التي وردت في الشرع لا يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب صيد كلب للصيد الذي هو معلم ومدرب للصيد أو كلب زراعة أو غنم أو ماشية كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان والحديث متفق عليه وفي رواية أخرى قراط والقراط مقدار كبير من الأجر كمقدار جبل أحد كمقدار جبل أحد من الحسنات الإنسان يأتي يوم القيامة وهو حريص على حسنة إلى أمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل مرء شأن يغنيه كل يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء اليوم تضيع الحسنات من أجل اقتناء كلب وتشابه الغرب الكافر في عاداتهم بمصادقتهم للكلاب لأن نفوسهم هؤلاء خبيثة خبيثة بالكفر وبالشرك والانحطاط الخلقي والفزاد تجدها إحداهن تعايش الكلب كرفيقها وعشيقها فالعياد بالله ونحن نشابههم ونفتخر بذلك وينتشر الأمر في أسواقنا وتنزهاتنا وفي شوارعنا وفي مؤسساتنا ونكرم من يتصورون بجوار الكلاب ما هذا الانحطاب أين التربية أين الخلق أين شيمة الرجال أين كلكم رائن وكلكم مسؤولون عن رعيته قراط كل يوم قراط ينقص أجره قراط وحسب يوم على يوم في رواية ولا كلب حرث كلب الزراعة والحرث والماشية والصيد الزراعة هذه التي وردت فيها النص أما الحراسة فالعلماء قاسوا حراسة البيوت والبضائع والأراضي وإلى غير ذلك على كلبه الماشية للرعي وغير ذلك اختلف العلماء في جواز اقتنائه للحراسة ولكن اشترطوا بارك الله فيكم من أجاز ذلك عدم دخولها البيت لما يكون بجوار البيت في مكان مخصص له لأن لعابه نجس فبارك الله فيكم احضروا من هذه الظاهرة فهي خطيرة جدا جدا كذلك الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب كيف تعيش هذه العائلات بدون وجود الملائكة التي تستغفر وتترحم لأهلها في مجالس الذكر وفي الصلاة وفي كل وقتها وفي أعمال الخير التي تقوم بها في بيتها بوجود هذا الكلب في البيت فاحضروا من هذه الظاهرة بارك الله فيكم وكل يقوم على مسؤولياته لوأد هذه الظاهرة الخطيرة جدا صلى الله وسلم على نبي محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته